هل العادة السرية أو الاستمناء محرمة للمراهقين؟ سؤال مشابه تم طرحه أيضاً يقول اسمي هو عبدالغني، أود أن أعلم حكم العادة السرية لقد سافرت وتركت عائلتي من أجل مستقبل أفضل لسنة ونصف لغاية الآن أفتقد زوجتي كثيراً وعندما أتصل بها مكالمة فيديو ينتهي بنا الأمر أحياناً بالاستمناء أود أن أعلم إن كان في ذلك الفعل زنب أم لا أيضاً سؤال مشابه تم طرحه من قبل سائل ثالث أنا حبيب الله إسلام من أسام الهند أنا طالب هل يعد الاستمناء حرام في الإسلام؟ أنا أفعل هذا من ثم أشعر بالزم وبعدها أقوم بالتوبة ومن ثم بعد عدة أيام أقوم بفعلها مجدداً ولم أستطع إيجاد الحل لهذه المشكلة أنا غير سعيد بقيامي بالعادة السرية وما أفعله السؤال أنه هل تعد العادة السرية أو الاستمناء مسموحة في الإسلام؟ هو سؤال شائع جداً وأنا لدي حرفياً في كل جلسة شخص أو اثنين ممن يسألون هذا السؤال ولكني كنت أحاول أتغاضي عن الإجابة على هذا السؤال ولكني اليوم قد قررت بأن دعني أجيب على هذا السؤال وإن شاء الله سأجيب عنه اليوم فيما يتعلق بفعل الاستمناء أو العادة السرية فالعلماء في الإسلام لديهم آراء مختلفة ولكن أغلبية العلماء قد قالوا بأن الاستمناء في الإسلام يعد حراماً حتى على رغم من قول أغلبية العلماء بأن الاستمناء يعد حراماً فهناك عدد كبير ممن قالوا بأنه يعد مكروهاً وهناك عدداً كبير آخر من العلماء ممن قالوا بأنه يعد مباحاً لذا فإني أود أن أقول في البداية بأن غالبية العلماء فيما يتعلق بالنسبة المئوية أغلبهم قد قالوا بأنه حرام ولكن عدد كبير وقد لا يكون الأغلبية ولكن العدد ضخم عدد كبير من العلماء قالوا أيضا أنه مكروه وغير محبذ وعدد كبير آخر بالرغم من أنهم ليسوا الأغلبية فقد قالوا أيضا بأنه أمر مباح وسوف نناقش هذه القضية اليوم وسأدعكم تعلمون بشأن أي مجموعة من العلماء أنا أوافق رأيهم في النهاية فيما يتعلق بالفقهاء ومن ضمنهم الشافعي والمالكي فكلهم تقريبا قد قالوا بأن الاستمناء يعد حراما وفقا للإمام الشافعي رحمه الله فقد قال بأنه حرام وقد اقتبص الآية من القرآن الكريم من سورة المؤمنين رقم 23 الآيات الخامسة والسادسة والسابعة إذا قرأت سورة المؤمنين سورة رقم 23 بداية من الآية رقم واحد التي تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لذا فهنا القرآن الكريم يقول في صورة المؤمنون رقم 23 الآيات رقم خمسة وستة وسبعة أن المؤمنون هم أولئك الذين يحفظون فروجهم وذلك بامتناعهم عن الجنس المحرم باستثناء زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم وكل أولئك الذين يتعدون هذه الحدود فهم الآثمون لذا فاستنادا على هذه الآية من القرآن الكريم الإمام الشافعي رحمه الله قد قال بأن هذه الآية محددة بشكل واضح بأنه يمكنك القيام بالجنس فقط مع زوجتك أو ما ملكت يمينك وكل شيء آخر يعد محرما الآن هذه الآية من القرآن الكريم يمكن أن تفسر من وجهين المجموعة الأولى من العلماء قد فهموا هذه الآية كالتالي أنه هنا حفظك للفرج في اللغة العربية يعني بأن جميع أنواع الملزات الجنسية أيًا ما كانت مسموحة فقط مع الزوجة أو ما ملكت يمينك وهم الإماء سابقا لم يعد موجودا الآن والآن عبودية النساء قد ألغيت لذا فالآن الأمر محدد فقط في الزوجة لذا فبناء على هذه الآية الكريمة إذا كانت جميع الملزات الجنسية مسموحة فقط مع زوجتك فحتى الاستمناء يعد حرام الاستمناء هو تحفيز لأعضائك الجنسية وفي معظم الأوقات هو تحفيز ذاتي لأعضائك الجنسية بحيث يحدث القذف أو الرعش الجنسية ولكن المجموعة الأخرى من العلماء قد قالوا بأن هذه الآية عن حفظ الفرج هي فقط محددة للجماع الجنسي لذا فالآية في القرآن الكريم تعني بأنه يمكنك أن تحصل على جماع جنسي فقط مع زوجتك وما ملكت يمينك وبخلاف الجماع الجنسي فالآية الكريمة لم تشر إلى أشياء أخرى لذا فإن كنت توافق مع المجموعة الثانية من العلماء إذن فالعادة السرية الاستمناء لا تقع ضمن حكم هذه الآية من القرآن الكريم وهذا سبب أن العلماء منقسمون ولكنك إذا علمت معنى الآية من القرآن حرفيا فإنها تقول احفظوا فروجكم لذا وبشكل طبيعي فلا توجد آية صريحة في القرآن الكريم والتي تقول بأن الاستمناء يعد محرما والذي أدركنا من هذه الآية الكريمة فمعناها هو الجماع الجنسي وهناك آيات أخرى متنوعة والتي حرمت الجماع الجنسي مع الناس خارج نطاق الرباط الزوجي إلا أن تكون ملك اليمين وهم العبيد من النساء وكما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء السورة رقم 17 الآية رقم 32 ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ومقطة وساء سبيلة لذلك فبناء على هذه الآية من القرآن فالمجموعة الأخرى من العلماء قد قالوا بأن هذه الآية تشير تحديدا إلى الجماع الجنسي إن الجماع الجنسي مسموح فقط مع الزوجات وملك اليمين بخلاف ذلك فإنها لا تعني أشياء أخرى لذا فإن كنت توافق بأن معنى هذه الكلمات محدد فقط في الجماع الجنسي إذن فالاستمناء يعد غير مشمول في هذه الآية لذا فهذا سبب أن العلماء قد اختلفوا في الرأي ووفقا لابن حزم فقد قال بأن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد سمح للشخص بأن يلمس أعضاءه الجنسية وهناك حديث يقول فيه إلمس بيدك اليسرى ولا يوجد مشكلة فهو عضوك وبإمكانك أن تلمسه وقد قال أيضا بأنه سائلك وبإمكانك أن تقفضه إذا أردت لذا فبشكل مؤكد فقد قال أنه عندما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بلمسك لعضوك وهذا ما تقوم به في العادة السرية لذلك يعد الاستمناء مسموح والاستمناء نوعان واحد منا هو التحفيز الزاتي والآخر هو من خلال زوجك أو شريكك الجنسي بحيث يقوم هو أو هي بتحفيزك ولم يقل أي عالم قط بأن زوجتك أو زوجك ليس من المسموح له بلمس أعضائك الجنسية إذن فبناء على هذه الأنواع من الاستمناء التي تكون فيها التحفيز من الزوج فمسموح يمكنك أن تستمتع بلمس زوجتك لأعضائك الخاصة لذا فلما لا يمكنك أن تفعل الأمر لنفسك لذلك فبالنسبة للمجموعة الثانية من العلماء والذين يعدون أقل عددا قد قالوا بأن هذه الأية لا تشمل الاستمناء على الإطلاق وهي تتحدث فقط عن الجماع لذا الجماع الجنسي مسموح فقط مع زوجتك وما ملكت يمينك ولا يشمل الاستمناء وهناك حجة أخرى قد تم إعطاؤها من قبل المجموعة الأولى من العلماء والذين قالوا بتحريم الاستمناء قد اقتبصوا حديث حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في صحيح البخاري المجلد رقم سبعة حديث رقم خمسة آلاف وستة وستين والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لذا فهنا المجموعة الأولى من العلماء قد قالوا بأن النبي الكريم قال إذا لم يكن يمكنك الزواج إذن فينبغي عليك أن تصوم فالنبي الكريم لم يقل قم بالاستمناء ولهذا السبب يعد الاستمناء محرما الآن هذا المنطق بأن تقل فقط لأن النبي الكريم لم يقل استمني فهذا لا يجعل الاستمناء محرما نعم فما ينبغي علينا فهمه من هذا الحديث الشريف بأن الشباب ينبغي عليهم الزواج وإن لم يستطيعوا إذن فينبغي عليهم أن يصوموا وهذا يعني بأن الصيام مستحب وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن الاستمناء محرم لأنه لم يذكر على أنه محرم ولنفترض أنني قلت بأن أكل الطمر يعد جيدا من أجل التغذية والطاقة وأن النبي قال كل الطمر فهذا لا يعني بأن أكل المانجو يعد محرما بل هذا يعني بأن الطمر جيدا ومستحبا وباقي الفواكه حلال لذا فإنه من الخطأ أن نستنتج من هذا الحديث من صحيح البخاري بأن الاستمناء يعد حرام لأنه لكي يحرم أمر ما فيجب أن يكون هناك دليل قوي من القرآن الكريم أو الحديث النبوي المجموعة الثانية من العلماء والذين قالوا بأنه ليس محرما قد قالوا بأنه لا وجود لنص على الإطلاق وهذه هي الآية الوحيدة والتي اقتبصها العلماء من سورة المؤمنين رقم 23 الآية الخامسة والسادسة والسابعة ولا وجود لدليل قاطع واضح أنها تتحدث فقط عن الجماع الجنسي ولا وجود لحديث صحيح يحرم الاستمناء يوجد هناك بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تقول بأن الاستمناء يعد محرما لكنها لا تعتبر دليلا لذا لنأتي للمجموعة الثانية من العلماء ونناقش ما قد قالوا هم يعتقدون بأن الاستمناء يعد مكروها ومن ضمنهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه والذي كان صحابيا للنبي الكريم هناك شخص قد أتى إليه وقال إنني استمنيت فقال له إن الاستمناء أفضل من الزنا والزواج أفضل من الاستمناء وهذا يعني بأن قرار حكم سيدنا ابن عباس والذي كان صحابيا مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم فوفقا له الزواج أفضل من الاستمناء والاستمناء أفضل من الزنا وبشكل غير مباشر فهذا يعني بأن الاستمناء بشكل مؤكد يعد مسموحا ولكنه مكروه والأفضل هو الزواج وإذا لم تستطع أن تتزوج فقم بالاستمناء لأنه سيمنعك من الزنا لذا فبناء على هذا فالمجموعة الثانية من العلماء والذين قالوا بأن الاستمناء يعد مسموحا ولكنه يندرج تحت فئة المكروه أبرزهم هو الإمام أحمد بن حنبل فهو صاحب الرأي بأن الاستمناء لا ينبغي أن يتم فعله ولكنه إن كنت ستقع في الزنا فيمكنك أن تقوم به وقام بوضعه ضمن فئة المكروه لذا فمدرسة الفكر الحنبلي أغلبهم قد قالوا بأنه يندرج تحت فئة المكروه وهذا يعني بأنه غير محبذ وهذا قيل أيضا من قبل مجاهد فقد قال بأن الاستمناء ينبغي أن يتم ولكن إن تم فعله لاجتناب الزنا فإنه يعد مسموحا وهذا حتى هو رأي ابن حزم فقد قال بأن الاستمناء مكروه وغير محبذ ولكن إن تم فعله لاجتناب الزنا فإنه يعد مسموح ولكن إن كنت ستقع في الزنا فالأفضل أن تقوم بالاستمناء فإنه يعد مسموحا في هذه الحالات وقد قال بأنه وعلى الرغم من أن الاستمناء يعد مسموحا فإنه لا يعد من ضمن أفاعل الناس النبلاء فهو ليس فعل من النبالة فهذا ما قاله ابن حزم هذا يعني بأن الناس النبلاء عادة لا يفعلونه فهو أمر غير محبذ وهذا سبب أن هذه المجموعة من العلماء قد وضعوه تحت أمر المكروه وهناك العديد من العلماء الآخرين في هذه الفئة ولكن الوقت لا يسمح لمناقشة هذا أما المجموعة الثالثة من العلماء فقد وضعوه تحت أمر المباح تلميذ سيدنا ابن عباس بعض تلميذ قد فهموا بأن ابن عباس قد وضع الاستمناء في فئة المكروه وحتى هم فقد قالوا بأنه مكروه ولكن المجموعة الأخرى من تلميذه رضي الله عنه قد قالوا بأنه مباح مسموح من دون أي شروط ومن ضمنهم كان جعفر بن زيد فقد كان تابعيا رحمه الله تعالى وقد كان تلميذ لابن عباس رضي الله عنه ورأيه هو أن العادة السرية أو الاستمناء يعد مسموحا ولا يوجد أي ضرر على الإطلاق من فعله وهو مباح ولا يوجد أي ذنب فيه وفي الظروف العادية يعد مسموحا وهناك تابعية آخر باسم عمر ابن دينار ووفقا له أيضا فالاستمناء يعد مسموحا ولا يوجد أي تقييد وهو ضمن فئة المباح إذا أردت أن تفعله ففعله وإذا لم ترد أن تفعله فلا تقم به إنه مباح وحتى العالم الشهير الإمام الشوكاني وهو مشهور جدا وكان متواجد منذ حوالي 150 إلى 200 عام وفقا له أيضا فالاستمناء يعد مباحا إنه مسموح واختياري إذا أردت أن تفعله ففعله ولا يوجد أي إثم وإذا لم ترد أن تفعله فلا يوجد أي مشكلة إنه تحت فئة المباح وحتى وفقا للمرضوي فقد قال بأنه مكروه ولكن اعتمادا على الموقف فإنه كان بسبب مشكلة فإنه يأتي تحت فئة الحرام وقد استمر أيضا ليقول بأنك إذا كنت خائفا من الوقوع في الزين فالاستمناء هنا يعد فرضا وهذا هو رأيه لذا فهنا لدينا ثلاثة مجموعة من العلماء المجموعة الأولى وهي الغالبية يقول بأنه حرام بناء على الآية من سورة المؤمنين رقم 5 و 6 و 7 بينما تقول المجموعة الثانية من العلماء بأنه يعد مكروها والمجموعة الثالثة تقول بأنه مباح ومسموح ولك الحرية في أن تفعله وفقا لي أنا طبيب دكتور ففي جامعتنا الطبية عندما كنت أدرس الطب فقد اعتادوا بأن يقولوا بأنه عندما تسأل شخص بأنه هل تقوم بالاستمناء ف99% منهم سيقولون نعم والواحد في المائة المتبقية فهم يكذبون على كل حال هذه مجرد مزحة وهي متداولة ضمن طلبة الطب وليست حقيقة علمية ولكن وفقا للأبحاث فاليوم الأبحاث تخبرنا بأنه من ضمن الذكور نسبة 95% يقومون بالاستمناء ومن ضمن الإناث بشكل تقريبي نسبة 80% يقومنا بالاستمناء أنا لا أقول بأنه أمر عادي بأن تقوم بالاستمناء ولكن هو أمر شائع جدا وهناك خرافة موجودة إذا ذهبت إلى بعض المواقع الإلكترونية الإسلامية من هؤلاء الذين يؤمنون بأنها حرام فإنهم يقولون بأن الاستمناء يسبب العمى وأن الاستمناء يسبب مشاكل عصبية جميع هذه الأشياء هي خرافة فلا يسبب الاستمناء العمى بأي شكل من الأشكال ولا يسبب مشاكل عصبية بأي شكل من الأشكال نعم إن قمت بالاستمناء بشكل مفرط فيمكن أن يكون هناك مشاكل صحية وهذا في حالة الاستمناء المفرط وحتى العلم الطبي يخبرنا بأنه إذا قمت بجماع جنسي مفرط مع زوجتك فهذا قد يؤدي إلى نفس المشاكل فالإفراد في أي شيء يسبب المشاكل لكن الاستمناء العادي طبيا لا يسبب أي مشكلة وإذا قمت بالاستمناء وفقا لعلم الطب فإنه أمر طبيعي وإذا لم تقم به فهو أمر طبيعي أيضا ولكن أغلبية الناس يقومون به ولكني لا أقول بأن هذا يعد جيدا ولكني أقول أن أغلبية الناس يقومون بفعله لذا بناء على ما قاله العلماء وما قاله علم الطب فأنا أوافق أكثر مع المجموعة الثانية من العلماء وأنا أود القول بأن الاستمناء يعد مكروها وغير محبذ لكن لكي تجعل أي شيء محرما فهذا يتطلب منك دليلا قويا من القرآن الكريم أو الحديث الصحيح ولا وجود لأي دليل أيا كان وبالنسبة للآية من القرآن الكريم فأنا أوافق مع المجموعة الثانية من العلماء مثل الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله ومنهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأنا أؤمن بقرار ابن عباس بأنه ليس حراما وهذه الآية من سورة المؤمنين الآية رقم ستة وسبعة وخمسة لا تشمل الاستمناء ولا يعد محرما وحكمها محدد على الجماع الجنسي وبسبب عدم وجود دليل فهي تأتي تحت فئة المباح ولكني وضعتها في فئة المكروه لأنني أوافق مع قرار ابن حزم ليس فعلا نبيل ولكن لأن الأغلبية متورطون فيه ولا يوجد هناك دليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة لتحريمه فأنا أضعه في فئة المكروه وليس كل ما تفعله الغالبية أو الأغلبية يعد صحيحا فمثلا اليوم وفقا للأبحاث خمسة وتسعين بالمئة من النساء في البلدان الغربية وقبل أن ينهو المرحلة الجامعية فهم متورطون في الزنا فهذا لا يجعل من الزنا حلالا على الإطلاق فالقرآن واضح جدا في سورة الإسراء الآية رقم 32 ولا تقرب الزنا ولمجرد قيام الأغلبية بالزنا فهذا لا يعطيه إقرار بأنه حلال ولكن إذا لم يكن هناك أي نص ينص على تحريمه فإنه يصبح مباحا ولقد قمت بوضع الاستمناء في فئة المكروه لأسباب متعددة أنه ليس عمل الناس النبلاء وأن الاستمناء المفرد يعد حراما فبإمكانه أن يسبب مشاكل صحية خطيرة جدا وممكن أن يسبب مشاكل نفسية ومعظم الأوقات الاستمناء يرتبط بأنشطة محرمة ومعظم الأوقات يرتبط بالمواد الإباحية سواء كنت تشاهد فيلما إباحيا أو كنت تشاهد صورا فاحشة وهنا عندما يرتبط الأمر بأنشطة محرمة فإن الاستمناء يصبح محرما مجددا لذا فإن كنت تربط الاستمناء مع الإباحية أو صور الفاحشة فإنه يعد حراما وهذا الأمر يعد محرما والفرص مرتفعة جدا لأن يقود الاستمناء المرء لهذه الأمور ولهذا السبب أنا أرغب في أن أقول الأفضل هو أن تتجنبه ولكن إن كنت لا تستطيع الزواج لأسباب عديدة لدينا الآن إذن فالأفضل يكون هو أن تصوم كما تم توصيتنا من قبل حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإذا كنت لا تستطيع الزواج إذن فقم بالصيام لأنه يقلل الرغبة الجنسية وهذا الأمر مثبت علميا إنك إذا صمت فإن رغبتك الجنسية تقل لذا فالأفضل هو أن تصوم لكن إنه ليس من الممكن أن تصوم دائما واعتمادا على مستويات الرغبة الجنسية والتي تظل تختلف لذا فبناء على هذا المستحب هو أن تصوم ولكنك إن لم تتمكن أو إذا لم يكن هذا كافيا لكبح رغبتك وإذا كان يجب عليك الاستمناء إذن فإنه يعد مسموحا أن تقوم به وهو ليس ذنبا فلا يوجد دليل من القرآن الكريم أو الحديث الصحيح الذي يقول بأنك إذا قمت به فأنه حرام وسبب أني أقول هذا لأنني قد كنت دكتورا طبيبا وأنا أعلم بأن هناك العديد من المسلمين المئات منهم قد جاءوا إلي من أجل الاستشارة وهم يؤمنون بسبب أراء أغلبية المسلمين فهم مسلمون يمارسون دينهم بشكل جيد ولكنهم يؤمنون بأنه فعل محرم لذا فإنهم يأتون إلي ويطرحون بشكل مشابه ما تم السؤال عنه بأنه متوتر وغير سعيد ويشعر بالتوتر العقلي بسبب أنهم مسلمون يمارسون دينهم بشكل جيد ويصلون الخمس صلوات ولكنهم يدركون ويظنون أن الاستمناء يعد حراما فيشعرون بالذنب وهذا يؤدي للشعور بالتوتر وهذا الأمر سبب في كثير من الأحيان في مشكلة كبيرة لأنهم يظنون أنه حرام ويقومون بفعله ويشعرون بالذنب وهذا الشعور يمنعهم في بعض الأوقات أو في العديد من الأوقات حتى من القيام بالأفعال الجيدة ويزعجهم في صلاتهم ويزعجهم في تلاوتهم للقرآن الكريم لسبب عدم معرفتهم بالحقيقة فهؤلاء الناس يظنون أن الأمر حرام فهو يزعجهم لذا فإني أرغب أن أقول لكم إنني لا أعطي حكما شاملا أن يفعلوها ولكني فقط أقول لكم أن الأفضل أن تتجنبوها ولكن إن كان لديك دوافع جنسية والتي لا يمكن أن تكبحها فهو لا يعد حراما وفقا لي وأنه مسموح ولا تفعله بإفراد بل مرة كل فترة ولا تكن منزعجا عقليا بأنه حرام وكما تم طرح السؤال فإنني أطلب المغفرة من ثم أفعلها مجددا من ثم أندم من ثم أفعلها مجددا لذا دعني أخبرك بأنك لديك رغبات جنسية والأمر يختلف بين الناس المختلفين فبعض الناس لديهم رغبات مرتفعة والآخر متوسطة والآخر قليل إذا كنت من الفئة العالية ولم تكن متزوجا وكان يجب عليك أن تقوم بالاستمناء فعلى الرغم من أنه مكروه وأرغب في أن أقول أنه غير محبذ فلا تشعر بالذنب ولا تقوم بفعلها بإفراد ولا تقوم بفعلها مع مشاهدة الإباحية وأرغب الذهاب لدرجة أعلى بأنك إذا كنت بسبب امتناعك عن هذا فإنك ستقع في الزينة إذن فوفقا لي العادة السرية تصبح مستحبة وكما ذكر من قبل الإمام أحمد بن حنبل وابن عباس رضي الله عنهم أن الاستمناء أفضل من الزينة لذا فبشكل عادي وفقا لي فإنني أرغب أن أكرر أنني لا أعطي حكما شاملا أنه كلكم يجب عليكم أن تقوموا بها وفقا لي يأتي تحت فئة المكروه والأفضل هو أن يتم تجنبه وإن كنت لديك الرغبة وإن لم تكن متزوجا فالأفضل أن تصوم إذا كانت الرغبة كبيرة إذن فالاستمناء يعد مسموحا ولا وجود للذنب ولا يوجد عقاب ولا يتوجب عليك أن تشعر بالذنب وإذا كانت لديك الرغبة ملحة وإذا كنت تظن أنك ستقع في الزينة إذن فالأفضل أن تقوم به وتتجنب الزينة وكن بالزواج إذا كنت تستطيع مرحبا